يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتوائع كناة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الترند حلقة اليوم حلقة غاية في الهمية عندنا فيها اخبار عديدة متنوعة سواء فيما تعلق بالجانب العالمي الجانب المحلي وقبل كل ده تحديدا كل الجديد اللي بيخص النادينا الحبيب النادي الاهلي وفيه تفاصيل مهمة كمان هنتكلم فيها على مدار حلقة اليوم ايضا بتخص النادي لكن خليني اقول لحضراتكم ان احنا منتظرين تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة ورأي حضراتكم ايه في اداء النادي الاهلي في موراة الامس بعد فوزه على سيراميكا كيلو باترا بنتيجة 2-0 رح ناخد تفاعل حضراتكم معانا في الجزء الاخير كما هو المعتاد من حلقة الترند لكن دايما البداية بتكون بأهم العنوين نشوف في ترند الاهلي الفريق الاول يبدأ استعداداته لانتاج بدون راحة طائرة خاصة تكل الاهلي الى كأس العالم للاندية اما في الترند العالمي تأجيل مباراة اتليتكو مدريد واتليتك بلباو بسبب عاصفة تلجي اهم ماتشاط اليوم النهاردة في الدوري المصري في ثلاث مباريات المباراة الاولى ما بين المقصة واسوان انتهت بفوز المقصة بنتيجة 1-0 في الوقت بدل ضايع من شوط التاني المقصة ابتدى طريقه يتحسن ونتاجه يتحسن شوية مع كابتن ايهاب جلال طبعا مدرب مميز في مباراة طلعة في هذه اللحظات ما بين المحلة والبونة في استاد المحلة تعادل سلبي 0-0 والمباراة الاخيرة النهاردة ما بين الزمالك وطلاق على الجيش مباراة قوية دي هتكون فيه تمام الساعة 7 ونصف واكيد هتكون مباراة ايضا مصيرة خصوصا ابراهيم نور الدين هو حكم هذه المباراة ودايما كل مباراة سواء مع الاهلاء او مع الزمالك او مع اي فرقة بيبقى فيها ايه بعض اللغط كده لكن هنتابع اكيد كل المباراة في الدوري الاسباني فيه 3 مباراة ايشبلية وريال سويسيدات دي مباراة انتهت خلاص 3-2 لأيشبلية غير ناطا حيلاعب برشنونة الساعة 7 ونصف واسوسونة حيلاعب ريال مدريد الساعة 10 ونصف بالليل اما مباراة الدوري الايطالي ففيه مباراة تتلاعب حتى هذه اللحظات وانا معاكم بين بينفينتو واتلانتا 1-0 لاتلانتا متقدم الساعة 7 جينوى مع بلونيا والساعة 10 لربع ميلا مع تورينو دي مباراة اليوم واهم هذه المباراة في مختلف الدوريات العالمية وتحديدا كمان الدوري المصري اللي اكيد بيهمنا ودوري مسير جدا في الحقيقة السنية